هذه أبرز العنوين وليد الرقاقي يتلقى معطى جديدة يخص الحالة الصحية للنجمة المغربية حاكم زياشا سوفيان رحيمي يدفع وليد الرقاقي لاتخاذ هذا القرار من أجل منادات عليه في المعسكر الماريس القادم نجم الدول الإسبانية يهاجم إدارة إشبيليا بسبب تخليها عن الحائصة المغربية سينبونو في الصيف الماضي غزل الشباك عميدة المنتخبة الوطني المغربي النسوية تواجه رسالة قوية للجماع المغربية بعد الفوز على منتخب تونس أشار أوكنبروكا مدرب غلط صاري التركي إلى إمكانية عودة الدول المغربي حاكم زياشا لتشكلة فريقه في مواجهة باشكتاشا الشهيرة برسم الجولة الثامنة والعشون من الدولة التركية وقال مدرب في تصريح الرسمي له نسع لمشاركة زياش في مباراة باشكتاشا لقد كان يعالي من مشاكل لكنه يواصل اللعب وأنا سعد بما سمعناه عن ذلك ويخضع النجم المغربي حاكم زياش حاليا لتدريبات فردية تحت الإشراف المعيد البدني للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في كاس أمم إفريقيا رفقة المنتخب الوطني المغربي لدى منتخب زنبيا وتعرض زياش البلغ من العمر الثلاثون عاما لإصابة على مستوى الكاحلة خلال مواجهة المنتخب الزنبيا تسببت في غيابه عن مباراة جنوب إفريقيا من ثم النهائي الكانا والتي خرج على إطرها المنتخب الوطني المغربي من المسابقة ويذكر أن غرض صاري سيحل ضيف رعانا لباشيكتاش الشهير يوم الأحدثين مارسة المقبلة على أرضية منعب باشيكتاش براكا في تمام الساعة الخامسة زوالنا بتوقيت غرينيتشا بات اللعب العين الإماراتية النجم المغربي صفيا رحيمي على أهمية الاستعداد للإندمام لمعسكر المنتخب الوطني المغربي المقبلة في شهر مارسة استعدادا لخوض وديتي أونغولا وموريطانيا وأشار موقع الكرة إلى أن تألق صفيا رحيمي اللافت مع نادي العين الإمارة مؤخرا سيكون عاملا حاسما في دفع وليد الرجرقي مدارب أسود الأطلس لضمه لقائمة معسكر القديمة وكان غياب صفيا رحيمي عن قائمة كاسيومم إفريقيا الأخير قد أترت بعض الجدل لكن وليد الرجرقي أوضح في المؤتمر الصحفي قبل الصفر إلى الكودفوار أن رحيمي غاب نظرا لحضور حكم زياش وصفيا بوفال وأكدت لمصادر أن بوفال وحكم زياش مصابان حاليا وإحتمال غيابهما عام عسكر ماريس وارد بينما رد رحيمي بقوة على قرار استبعاد الملكان من خلال أداءه المميز على أرضية الملحاب خصوصا في مصابقة أبطال أسيا أكد نجم الدول الإسباني في وقت سابق بابلو ماشينا أن مشكل إدارة إشبيليا حاليا بسبب الحارس المغربية سينبونو وأوضح ماشينا مدرب أبوليا القبروسية أن تغيرات اللاعبين أترت بشكل سلبية على أداء ومرضود إشبيليا الإسبانية وزد موضحا في حوار مع موقع كورا قائلنا كان أداء إشبيليا سيئا بالفعل في لاليك لمدة موسمين لكن في العام الماضي تم تعويض ذلك بالفوز بالدولة الأوروبية حيث تنافس الفريق بشكل أفضل وحاضي بلحظات ساعدهم في الحفاظ غيطا على مسواهما وأضاف أعتقد أنه في كل موسم هناك العديد من التغيرات اللاعبين بالإضافة إلى ذلك هناك مشاكل مؤسسية مع المالكين والمشجعين وتابع أن الحارس المغربية سينبونو أضطر على الفريق بشكل كبير لقد مر ياسينبونو بموسم مميز مع نادي إشبيليا وربما لم يكن ممكن التعاقد مع حارس مارما بنفس الأداء الذي كان به الحارس المغربية والذي فاز بجائزة أفضل حارس مارما في لاليك الإسبانية في الموسم الماضي عبرت غزلان شباكة لعبة المنتخب الوطي المغربية عن سعادتها بتحقيق الفوز على منتخب تونس بهدفين لهدف واحد لحساب الدهاب دور الثالث وما قبل الأخير من تصفية الإفريقية المؤهلة للألعاب الأنبية ببريس 2024 وقالت عميدة لبؤات الأطلس في تصريح للموقع الرسمي لجامع الملك المغربي لكرة القدم الحمد لله على هذه النتيجة نحن سعاد بها في ظل الظروف التي أجرينا بها المقابلة وأضاف لم نستطع فرض أسلوب لعبنا بسبب سوء أرضية الملعب لكن الحمد لله تمكننا من تحقيق الفوز الآن ينتظرنا الشوط التاني في ملعبنا وأمام زماهيرنا التي ستساعدنا لحسم البطاقة تأهل للدور الأخير ويشار إلى أن مباراة الإياب بين المنتخبين ستجرى يوم الأربعة القادمة على أرضية الملعب مولاي الحسن بن ريباط انطلاقا من السعاد السادسة مساء بتوقيت غرينيتشا اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر